بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نستكمل حدثنا عن الفانات element النهاردة نبتدي شابتر اثنين شابتر اثنين بعنوان general steps of the finite element method فيه تمانية steps مهمين جدا بالنسبة للفانات element وان شاء الله احنا هنستعرضهم في شابتر اثنين وهنبدأ نطبق ال steps ديات لل line elements زي ال beams وال trusses وال frames والframes والgrades وبعد كده ال 2d وال3d steps مهمة جدا ويعني المفروض ان احنا نفهمها كويس ولو نقدر كمان نحفظ ال steps وكده ده شيء طيب النهاردة هنحاول في المحاضرة اللي هي رقم ستة ان احنا يعني نتعرض لل steps من واحد للتلاتة وبعدين هنكمل ان شاء الله الاستيب رقم واحد بتقول discretize discretize and select the element types discretize يعني ممكن نقول معناها divide divide يعني يعني نقسم يعني يعني نقسم المسألة الى elements الى عناصر وبعدين بنسمي العنصر بنقول هو بيم ولا ولا truss ولا frame ولا 2d ولا 3d ده الجزء الثاني يبقى الجزء الاولاني ان احنا نقسم المسألة العناصر وبعد كده نختار اسم العنصر يعني ندي للعنصر ايه نديله اسم اللي هو element type الاستيب رقم اثنين ان انا بيبقى مطلوب مني ان انا افترض displacement function طبعا الاستيب بتقول select a displacement function اه هي بتبقى طبعا اه اسيومد يعني الواحد بيفطردها وبالتالي هتكون approximate لان طبعا واحد صعب ان هو اه يفطرد الشيء الاكزاكت فاكيد بيبقى فيه assumptions وكده فالفرض بتاعي في الغالب هيكون اه يعني فيه اه شوية تقريب فيه approximation وكده ال displacement function هي عبارة عن دلة الحركة اه الدلة اللي انا بوصف بيها اه ازاي ال element بتحرك يعني شكل الحركة شكل deformations بتاعت ال element الاستيب رقم ثلاثة بعد ما 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 جبنا اه في الاستيب رقم اثنين displacement اقدر اه اجيب من ال displacement اجيب منها strain وبالتالي في الاستيب رقم ثلاثة بيقول define strain displacement يعني اعمل علاقة ما بين ال displacement وما بين strain انا عندي displacement خلاص قريدي موجود اقدر اجيب من ال displacement strain زي مثلا ما قولنا في حالة الترص او لو عندي part element وعليه تانشن فبيحصل استطالة فالاستطالة دي عبارة عن displacement فانا بقول ان ال strain بيبقى عبارة عن التغير في الطول اللي هو displacement على الطول الاصلي اذا انا اقدر اعمل علاقة او اجيب strain من displacement بعد ما اجيب strain من displacement اقدر اجيب stress من ال strain عندنا الاسترس يعني على سبيل المثال في حالة ال par element بيساوي معاير المرونة مضروف في في الاستيب رقم ثلاثة بيقول drive the element stiffness matrix and equations يعني هنقدر او في استيب رقم ثلاثة استيب رقم اربعة اه احنا ازاي نجيب الاي element ازاي نجيب الماتريكس مسلا ثلاثة بيم ازاي نجيب العناصر بتاعت الماتريكس وبعد طبعا لما بجيب الماتريكس اقدر بقى اكتب الاكوشن اللي هي ال b بتساوي الكيف دلتا يبقى المقصود بالاكوشن اللي هو العلاقة اللي في النهاية ان انا بربط اللوت فيكتور يساوي الاستيفنس ماتريكس المضروف في الدسبلسمنت فيكتور اه بعد ما حصلت على الاستيفنس ماتريكس لكل element ما يكام مفروضة جمع الايليمتس مع بعضيها اه في ماتريكس واحدة كبيرة اللي هي الاوفر اول ماتريكس او التوتال ماتريكس انا بجيب الماتريسيز الصغيرة بتاعت الايليمتس وابدأ افتح ماتريكس كبير اللي هو في الجلوبل في الحالة دي بتبقى في الجلوبل طبعا لان لو انا بتعامل مع الايليمت اه على حدة او بجيب الايليمت ده بيكون في في اللوكل لكن لما اجي احل المسألة اه بضطر احول او اجمع الايليمتس في حاجة اسمها الاوفر اول او الجلوبل او التوتال ماتريكس وبرضو اقدر اطبق في نفس المعادلات اللي هي البي بتسوي كيف دلتا يعني المعادلة بي بتسوي كيف دلتا ممكن اه تبقى مناسبة للايليمت اه في اللوكل اكسيز وبرضو اطبق نفس المعادلة للمنشأ في الجلوبل اه اكسيز طبعا بقيت الستيب بيقول ايه اند انتروديوس الباوندر كونديشنز يعني بعد ما جمعنا الستيفنس ماتريسيز في الجلوبل ببدأ احط الباوندر كونديشنز امتلك الاسم مطلب الاوفر اطبق الي لو اقدر اجب المجهيل عن طريق ان انا بنق الي الماتريكس ايه اني احطت الانفيرس طيب انا جبت اانا جبت الانفيرس لماتريكس خلاص طلما عند الンドين معروف اقدر اجيب من السترين اقدر احصل على الاسترين لان احنا احبنا علاقة في الاستيب رقم과�amm 3 فالازلاو انا جيتا اقدر اضغط المجتور عن طريق الرابط الآن لان احبط السنوب والكاهم لمجتمع ابحكا Learning Lore احتا أخطط ان اضغط الانوم أبدأ أبص على النتائج أعمل تدقيق للنتائج أفحص النتائج هل النتائج مقبولة هل في أخطاء مثلا في المدخلات أصلحها أشوف المقارجات أشوف مثلا فين الأماكن اللي فيها deformations عالية فين الأماكن اللي فيها stress كبيرة أساس يبقى عندي فيه قرار أنا ممكن أضطر عيد المسألة تاني أزود sickness شوية عشان أقلل deformations أو يعني أعمل أي شيء يعني اللي هي ضخمة في مكان وكده اللي فاتت دي إحنا ممكن نختصرها أو نحطها في صورة مختصرة شوية إحنا عارفين إن الفانات element method زي بقلنا قبل كده المحاضرة لما عملنا مقارنة ما بين وما بين لستيفنس إحنا قلنا إن فيه two approaches فيه مدخلين أو فيه طريق الفانات اللي بتشتغل من خلالهم الطريقة اللي بقى فيها forces عبارة عن مجاهيل اللي بنقول عليها flexibility method والطريقة الثانية اللي هي بتكون المجاهية الفانولة عليها لستيفنس method لكن تلاحظوا ممكن الطريقة الثانية اللي هي displacement أو استيفنس method يعني هي هي يمكن المشهورة شوية ويمكن البرامج كلها بيزد عليها لأن هي السيمبل يعني هي بسيطة في الفرموليو ليش أنا أقدر أبرمجها بصورة أبسط شوية من من الفلكسابيلتي method لكن على أي حال سواء أنا شغال displacement او استيفنس فأنا عندي اللي احنا قلناها من شوية اللي هي التمانية ستيبس لكن احنا هنعيد صياغة الستيبس دي في صورة أبسط شوية ويمكن العنوان بيقول the basic building blocks كأن الستيبس دي عبارة عن block بلوكات كده وأنا بحط block يعني كأن بحط الستيب الأولاني كبلوك وبعد الستيب التاني والستيب التالت يعني ده مجرد بس عرض أبسط شوية للستيبس بتاعة الفانات اللي هي general steps اول اول ستيب يعني هنا ممكن مختصرين شوية بيقول discretization discretization معناها معناها كأن فيه جسم وأنا بقسمه أو بقطعه يعني بحوله العناصر يعني كان جسمه متصل بعد كده تخيل أن معي سكين مثلا ومبدأ ايه أقطعه أو أقسمه ايه اللي في الآخر هوصل في الآخر للفانات elements الجزء بعد كده اللي هو interpolation interpolation ده يمكن بيعبر شوية عن displacement functions إن أنا بيبقى عندي أنا عارف مثلا displacement عندي النود رقم واحد ده 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 عبارة عن two elements trust members عندي element الاولاني واحد اثنين والألمنت الثاني اثنين ثلاثة فلو أنا بسيت على element الاولاني بيبقى عندي نقطة X واحد اللي هي النود واحد بيبقى عندها حركة حركة اسمها U واحد لأن عارفين نحن طبعا trust بيبقى عليه axial load وبالتالي الحركة بتكون axial اللي هي في اتجاه X لو أنا شغال local interpolation أن أنا أقدر من خلال U واحد ومن خلال قيمة U اثنين لو أنا افترضت مثلا أن العلاقة linear هقدر أرسم الخط وأقدر من الميل أقدر أعرف قيمة displacement عند أي نقطة على الطول من البداية إلى النهاية إذن displacement functions دي عبارة عن دلة بتعبر عن الحركة اللي بتخص كل element وأقدر أعمل interpolation أقدر للبيانات اللي هي بتخص deformative shape أو deflected shape البلوك الثالث أو الجزء الثالث اللي هو elemental formulation إن أنا أبدأ أجيب الماتريكس للألمنت أبدأ أجيب الاستيفنس ماتريكس للألمنت وبعد ما أجيب الاستيفنس ماتريكس أقدر أحط الاكوائشن اللي هي بتعمل اتزان للألمنت يعني أقول مثلا أن P بتسوي كيف الدلتا لكن للألمنت خلاص أنا جبت لكل الماتريكس بتاعته كتبت الاكوائشن بتاعته هعمل بعد كده assembly اللي بعد كده إن أنا بعمل assembly إن أنا بجمع الألمنت كل لها على بعضيها في في الغلوبال في الأوفر الماتريكس أو التوتال ماتريكس بعد الخطوة اللي بعد كده ببدأ أحط الكنسترينتس ببدأ أحط الباوندر لو عندي هنج لو عندي وفي نفس الوقت بحط الخطوة اللي بعد كده أبدأ أعمل الحل أبدأ أحل المسألة عندي في الـ أو في الـ عندي في الـ بتساوي الك في الـ أقدر أنقل الك النحية الثانية بالإنفرس وأقدر أجيب الدس بلس آخر خطوة بعد ما جبت قيم الدس بلس أقدر بقى استنتج من الإنفعالات وأقدر أجيب من الإنفعال الجزء الخاص بالسترس هنبتدي دلوقتي نمر على الـ step 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 ونشرح بتفصيل أكتر لأن الكلام مهم زي ما قلنا لأن هنبتدي بقى الشباتر اللي فيها الـ بيمز والتراس والفريم هنبدأ نعمل أبليكيشن للسترس دي بس كل مرة على المختلف أول step بزي ما قلنا هي discretize and select element types discretize ايه ايه معنى كلمة discretize لو أنا تخيلت أن أنا عندي جسم اللي هو متلون كده أزرق وأخضر وأصفر وأحمر وكان الجسم ده سليم يعني اعتبر أن الجسم ده كان قطعة ورق ومتلونة وبعدين أنا جبت مثلا كطر ومصطرة وبدأت ايه أقطع الورقة ديها بس وأنا بقطعها كأنها بقسمها كده كأني برسم مربعة فعملية تقطيع أو فصل الجسم اللي كان متصل إلى العناصر صغيرة ده اسمه يعني معناه divide معناه أن الواحد هيقسم أو هيقطع أو هيفصل الجسم اللي كان مستمر إلى إلى عناصر منفصلة أو يعني متقطعة وكده يمكن الدياجرام اللي تحت دوت اللي هو فيه كيرف والكيرف ده متصل وسي مثلا طلب مني أن أنا أحسب الأيريا تحت الكيرف فأنا هوص لأن المساحة أو الأيريا تحت الكيرف أيريا متصلة وكده لكن أنا عشان أحسب المساحة بدأت أقطع الجسم إلى مجموعة من المستطيلات طبعا المستطيلات بتكبر وتصغر على أساس تبقى في النهاية برضو وزن الكيرف يعني تكون تقريبا يعني بتدي الشكل بتاع الكيرف وطبعا واضح أن أنا لو صغرت المستطيلات عن كده كمان يعني لو أسامت المستطيل الاتنين الشكل بتاع المستطيلات هيقرب من الشكل الحقيقي فمعنى أو كلمة معناها كأن بالزبط عندي جسم الوالكيرف وأنا عاوز أحسب المساحة فبيبقى الحل أن أنا أقسم أو أقطع المساحة إلى مجموعة من المساحات المساحة المتصرة اتقطعت في الآخر إلى مجموعة من المساحات المتقطعة اللي هي ديسكرت ويمكن هنا في يعني سؤال كده بيقول يعني كأني بقول إيه الفرق ما بين ديسكرت و كنتينو يعني معناها في استمرارية زي الكيرف كده مستمر النقط بتاعت كلها ماشي مستمرة لكن ديسكرت معناها بقى فيه تقطع بقى فيه حتة وبعدين التانية اتفصلت عنها شوية وهكذا ده معنى إيه ديسكرت ديسكرت يبقى معناها يعني معناها قسم يعني معناها افصل الجسم اللي هو المتصل إلى مجموعة من العناصر الجزء الثاني من العنوان بيقول المفروض نختار بقى إيه نوع الالمن نوع الالمن أنا قطعت وعناصر صغيرة وشكلها منتظم ومفيش مشاكل لكن في النهاية لو أنا خط عنصر واحد من العناصر دي بعيد كده أقول عليه ايه أقول عليه point هل هو شكل point ولا شكل line ولا شكل area surface ولا شكل volume طيب لو أنا قلت خط القران مثلا في مسألة ما إن العناصر اللي عندي على شكل line على شكل الخط طيب الخط ده والعنصر ده هسميه بقى trust ولا beam ولا frame ولا grid على حسب الخطوة الثانية بعد ما قسمت أنا مسكت سكينة وقطعت المنشأ قسمته إلى مجموعة من العناصر الخطوة الثانية بقول لو مطلوب مني إن أنا حط ticket على كل عنصر ها هو صف بإيه هقول نوع إيه هل هو trust ولا beam ولا frame ولا مكتر عن الاستيبل الأولاني اللي هو discretize and select element types يعني هنتكلم شوية والعنوان طبعا مقسوم لجزء ين جزء اللي هو خاص بالتأسيم اللي هو discretize والجزء الثاني خاص أن أنا بعد مقسم لازم أدي لكل element أو أحط على كل element ticket مكتوب عليه الاسم العنصر المناسب لي لي نشوف كده بيقول لي divide اللي يقلنا المعنى المقابل the discretize divide the body into an equivalent system of finite elements يعني قسم الجسم لمكافئ من العناصر مجموعة عناصر مكافئة يعني لو بصينا في الرسم اللي فات دود أن أنا كان الأول الجسم عبارة عن ورقة متلونة وبعدين أنا أتعطاها القطع صغيرة وهتخيل أن أنا جيت خدت القطع دي بعدتها عند بعضيها كده وممكن واحد تاني يجي لم القطع دي ويرصها جنب بعضيها تاني هيوصل تاني في النهاية لنفس الشكل إذن أنا لما بقسم بيكون العناصر مكافئة يعني بتدي system مكافئ للجسم اللي أنا قسمته بقيت الجملة بيقول where is associated nodes يعني كل عنصر من العناصر اللي أنت قسمتها أو قطعطها بيكون مرتبط بي أو معاه النود الخاصة بي يعني بصينا على سبيل المثال في الرسم اللي قدامنا هلاقي هنا مثلا الشكل متأسم لمربعات كل مربع له أربعة nodes خاصة بي مرتبطة بي والمربع اللي بعديه له أربعة nodes وهكذا ولما برس العناصر جنبي بعضها يعني أرجحها تاني كأنني برجحها لأصلها بلاقي إن فيه في النهاية ممكن يبقى فيه common nodes نود مشترك يعني النود ده مشترك في الأربعة elements يعني هو جزء من كل elements وبالتالي الأربعة بيتوصلهم عند نفس النود إذن أنا اللي بقسم المنشأ إلى العناصر وبيبقى الجزء الثاني اللي هو الجزء الثاني من الستيب اللي هو select element types يبقى المطلوب مني أن أختار choose the most appropriate element type يعني اختار الطيب المناسب ما ينفعش مثلا يبقى element ده ترص ورح أقول عليه beam أو يبقى 2D وأقول عليه 3D لا لازم يكون الاسم مناسب مناسب للألمت زي ما نشوف المفروض أن أنا أستخدم يعني use your engineering judgment يعني أستخدم القصص الهندسية ويبقى في حكمة يعني وأنا بحدد variation في element sizes يعني مش معقول أنا لما أقسم جسم هقسم العناصر كلها أقد بعضيها مش هيبقى size واحد لا ممكن يبقى فيه خلاف size يعني ممكن يبقى فيه element كبير ممكن بقى فيه element صغير size بيختلف أكيد فيه يعني قيود بتبقى مفروضة علي أو فيه يعني شيء بيلزمني بيلزمني أن أنا ما أخليش العناصر كلها بنفس بنفس size طبعا في النهاية خالص لما أقسم سواء كانت العناصر كبيرة أو صغيرة لازم أدي لكل عنصر الطيب المناسب لي مثلا على سبيل المثال لو أنا مثلا عندي circular beam circular beam كاميرا دائرية وبعدين جيت أسمتها لأربع عناصر فأصبح عندي أربعة نودز فطبعا البرنامج هيوصل ما بين النودز فهتلاقي الكاميرا اللي كانت circular بتحولت لشكل رواعي ماينفعش طب إيه الحل لا كان المفروض في الحال ده هيت أن أنا مثلا أزود عدد النودز شوي وبدل ما الشكل يبقى رواعي كده يبقى سوماني أو يعني كلما عدد الألمنس هنا هايزيد كلما الشكل هيقرب من الدائرة لكن كلما عدد أصبح شكل جديد أصبحت كأنها مسألة مختلفة تماما عن المسألة الأصلية اللي هي عبارة عن دائرة ماينفعش مثلا أمثل الدايرة بمربع لا ممكن أمثلها بمثمن مثلا شكل سوماني نفس القصة لو أنا عندي سيمبل بيم وقسمتها عن طريق الثلاثة نود فالبرنامج هتطلع لي الديسيميل اسم انت عندي واحد والديسيميل اسم انت عندي اثنين وعندي ثلاثة وبعدين هيوصل بينهم فالجزء اللي ما بين واحد واثنين ممكن ما يبقاش واضح بالنسبالي في الأوتبوت فعشان الجزء يبقى واضح كان المفروض ان انا حط نود كمان في النص ما بين واحد واثنين وحط نود زيادة ما بين اثنين وثلاثة بحيث اللي هيطلع من الحال اللي يبقى قريب من قريب من الواقع نرجع تاني للألمنت بنقول ان بتاعت الألمنت هيحصل فيها تغير في المقاسات بتاعت الألمنت في والمنشأ ده واضح ان في elements حجمها كبير او size بتاعها كبير فبقول عليها large elements وفي elements ممكن تلاقها صغيرة حجمها صغيرة فبقول عليها small elements وهلا يمكن كمان في حاجة يمكن يعني جديدة شوية ان في elements الرباعي هلاقي النودز في الأركان فقط عنده أربعة نودز لكن في elements شكلها رباعي برضو لكن في وسط كل edge في نودز زيادة فبدل ما كان أربعة نودز بس أصبح 8 نودز هو شكله رباعي بس في 8 نودز وفي شكل تاني رباعي بس في 4 نودز فعشان يفرقوا بينهم فقالوا ان الشكل اللي النودز بتاعته زادت اللي هي في وسط الأركان بنقول عليه higher order يعني مستوى عالي شوية يعني هو higher order بالنسبة للي ما فيش في نودز في الأجز بتاعته يبقى اللي فيه 8 نودز ده هو higher order بالنسبة للي فيه 4 نودز طب ايه فكرة ان انا زودت النودز ان ده بيحسن الدقة ده بيحسن الدقة بتاعت الحال يعني ساعات هيبقى الدقة بتتحسن اما ان انا صغر العنصر او اسيب العنصر زي ما هو بس ازود عدد النودز اضيف نودز اضافية في منتصف مثلا كل الدقة طيب ايه برضو الحكم اللي بيحكمني في ان انا اغير الحجم العنصر من مثلا ل يعني هل مثلا ممكن في اماكن يبقى الاليمنت اماكن تانية يبقى الاليمنت مثلا اكيد طبعا لو احنا مثلا يعني بنقول small elements او الاليمنت ستبقى enough to give usable results يعني في اماكن بيبقى مثلا فيها تركيز في الاجهادات مثلا عندي في حمل ومركز موجود في منطقة عندي مثلا في فتحة موجودة في منطقة فبتبقى الاجهادات هنا متركزة شوية في concentration فببقى محتاج اعمل فوكس على الاماكن دا على اساس اشوف النتايج كويس فبالتالي بحتاج اصغر الاليمنت فزي ما هو مكتوب كده بيقول ان احنا محتاجين ان الاليمنت تبقى small enough بدرجة كافية ان انا اقدر احصل على نتايج تكون نتايج معقولة او معبرة في نفس الوقت بيقول برضو في نفس التوقيت ان الاليمنت تكون large enough to reduce computational effort يعني برضو ممكن واحد يقول طالما ان العناصر الصغيرة بتحسن للنتايج وتخلينا شوف كل حاجة كويس تم انا بقى صغر العناصر كلها بتاعت المسألة ومش مشكلة والكمبيوتر بيحل ومعنديش مشاكل لا بس طبعا اكيد هتحتاج بقى حيز على الكمبيوتر اكبر هتاخد مجهود وقت اكبر فده تكلفة في مجهود وفي وقت وكده فاحنا بنقول ايه يعني نخلينا معتدلين نبقى الاليمنت small بالدرجة اللي تديني نتايج معقولة وقدر استخدمها وكده يعني وفي نفس الوقت يكون برضو الاليمنت كبير بس مش بالدرجة اللي هي تخرب النتايج لا يكون كبير بحيز برضو ان انا اعمل ايه اقل الوقت او المجهود بتاع الحسابات ووقت الكمبيوتر والحيز وكده يعني الاليمنت استخدم العناصر الكبيرة فيه بيقول كان بي يوز هو الريزالت ار الريلاتيف لك يعني لما يكون التغير في الريزالت يعني معدل التغير في الريزالت بسيط يعني الريزالت بتتغير كل فين وفين فالحادي عندي التغير مثلا في النتائج سريع عندي بيحصل دروب سريع مثلا في الاجهادات او في تركيز ها فالميل كبير بالنسبة لتركيز الاجهادات فالتغير سريع فبالحادي ماينفعش اكبر العنصر لا لازم اصغر العنصر على اساس اقدر اشوف التغير السريع في الاجهادات فالس وساعات بتبقى هير احنا زي ما قلنا ممكن استخدم عنصر صغير وممكن كمان يبقى هير اردر لو انا عاوز احسن الدقة كمان احط في منتصف الاضلاع بتاعته ايه اقنود وكده فبيقول ان وفي بعض الاحيان بتبقى هير اردر بتبقى مناسبة لما تكون الريزل تغير في النتائج بيكون سريع بيكون صغير عشان اقدر اشوف التغير السريع دوت لما يكون عندي مثلا اتشينج في الجومتري يعني مثلا كان المسألة كان الجومتري كبيرة كان فيها فتحة فالجومتري قلت او عندي فيه سبورت او عندي فيه لود لما التغيرات اللي هي بفدي تغير سريع في الاجادات بيبقى انا يعني بيلزمني ان انا اصغر العناصر يمكن فيه سؤال بسيط انا عندي وطبعا عندي فيه خط اللي هو اللي هو بيبتدي من نقطة طبعا انا كنت بقترح طب فيه مشكلة لو احنا غيرنا الحتة اللي انا عامل عليها ديت وخليت الخط اللي هو واصل بين كانوا متوصلين من خلال الخط اللي بيبتدي بسي ده انا اعكس ويبقى الشكل ده هل واحد ولا اللي هو معمول اصلا هو الافضل يعني نحاول كده نفكر وطبعا يعني هنرجع للكلام ده والتاني قدام شوية ونتناقش اي الوضعين احسن وكده نرجع بقى الجزء التاني اللي هو الخاص بال طيب احنا خلاص قسمنا وحولنا الجسم اللي هو مثلا كان continuous مثلا ل المتقطعة او متوصلة وكده او حولنا التراس مثلا لمجموعة من الخطوط المجموعة من العناصر او عندي جسم مثلا في 3D حولته لمجموعة برضو من العناصر اللي هي على شكل volume او على شكل 3D الالمنط طيب ده مهم جدا الالمنط طيب فانا مثلا قلت اول خطوة انا بشوف ايه المناسب ان العنصر يبقى خط ولا سطح ولا حجم ده اول قرار طيب خدت قرار انه هو خط ابدأ اشوف ايه المناسب هل هو trust ولا frame ولا grid لازم كده يعني الاول القرار الاولاني اقول العنصر خط ولا سطح ولا حجم القرار التاني خدت قرار ان العنصر على شكل خط ابدأ اشوف هل هو beam ولا trust ولا frame وهكذا بالنسبة للعناصر اللي على شكل سطح طبعا احنا عندنا فيه نوعين اللي هو triangular المثلث وعند الرباعي اللي هو 4 اركان وبالنسبة طبعا لل 3 دي احنا عارفين ان احنا قلنا قبل كده عندي نوعين النوع اللي هو التترا هيدرال اللي هو زي الهرم اللي هو الرباعي وعندي السوداسي اللي هو الهيجزا هيدرال نبتدي كده يعني احنا لسه بتكلم على الاليمنت طيب نوع العنصر هنبتدي بال one dimensional elements بالعناصر اللي هي one dimensional اللي هي line elements اللي هي هنقول عليه par element او line element زي يعني المسمة او الوصف الافضل ان هنقول عليها line elements على شكل خط خط زي one dimensional اللي هي تجاه واحد يعني اللي هو بنقول عليه one dimensional ف line elements زي par element زي trust element زي beam زي frame زي grade طبعا اي element او اي جسم في الطبيعة حتى وان كان يعني انا بشوفه من بعيد كده زي الرسم اللي قدامنا اللي هو par element ده اللي هو وصل بين نود واحد ونود اثنين هو في 3D يعني اي element هتلاقيه في النهاية هو في 3D لكن ممكن الاقي مثلا الطول بتاعه هو الغالب شوية الطول واضح انما cross section صغير اذا انا قرنت ايه بالطول فانا مجازا بقول عليه line او بوصفه كأنه line بس لازم ادي للبرنامج يعني لو انا اديت للبرنامج اللي هو center line طبعا بناخد center line فانا بمثل البر element ده بخط بيوصل ما بين واحد وما بين اثنين لكن اقوم ايل زائد وادلي البرنامج cross section سواء كان دايرة او مربعة او اي شكل يبقى يبقى ماينفعش اعمل line بس لا يبقى line ومضيف له ان انا بديله cross section طبعا احنا عارفين ان اي خط مستقيم عشان اعرف الخط مستقيم محتاج نقطتين اللي هي النود اللي في الاول والنود اللي في الاخر يبقى يلزم لتعريف line two points او two nodes اللي هي start وال end لكن طبعا في درجات اعلى بقى ان احنا قلنا في حاجة اسمها higher order element higher order يعني ممكن ايه اضيف ايه مثلا نود في النص يبقى المكان كيرف عشان عرف الكيرف لازم 3 نقط انما الخط بيتعرف بنقطتين يعني الخط المستقيم عشان عرف لازم نقطتين ووصل بينهم بيدين خط بالمسطرة كده لكن الكيرف لازم عشان عرف الكيرف لازم يبقى فيه 3 نقط لان النقطة الوسطانية او التالتة بتبقى لازمة عشان الكيرف يمر بيها وكده يعني دلة تربعية كوادراتيك مثلا ممكن يبقى كيوبك دلة تكعبية وكده طبعا قدامنا عبارة عن سبيس فريم مثلا والسبس فريم ده في النهاية انا حولته يعني عملته عملت ديفايد يعني اسمته الى المتس مثلا المتواق 2 والالمتواق 1 والالمتواق 3 والالمتواق 4 اسمته كله العناصر الجزء الاولان اللي هو ديسكريتايز بعد كده باجي لكل عنصر وحط عليه ليبل كده او كارت صغير اكتب على العنصر دوت نوعه ايه اسمه ايه بيم ولا ترس ولا فريم ولا جريد وهكذا نتنقل طبعا من الوان ديمينشنال للتو دي تو دي بقى مستوى اللي هو بنقول عليه بلانر المنت المنت في مستوى المنت في مستوى احنا قلنا في التو دي بيبقى عندنا فيه نوعين اللي هو التريانجولر اللي هو بيبقى عبارة عن ثلاث اركان اللي هو المسلس وممكن يبقى كوادراتيك اللي هو الرباعي الشكل الرباعي طبعا ما بنقولش عليه بقى مستطيل ولا مربع لان طبعا ممكن ياخد اي شكل الزوايا ممكن تختلف فبنقول عليه شكل ايه شكل رباعي طبعا سواء كان مسلس او كان شكل رباعي بيبقى الالمنت واقع في مستوى اللي هو مستوى الورقة والاحمال بتبقى واقع برضو في نفس المستوى بتاع الورقة زي مثلا زي الدب بيم كده لو انا عندي دب بيم بتلاقي الدب بيم رقصي والاحمال برضو واقع في نفس المستوى الايه الرقصي كله بنقول ان بلين كل واقع في نفس المستوى وبالتاني هقابلنا بعد كده في بعض الشباتر في حاجة اسمها بلين استرس نوع من المسائل اسمه بلين استرس ونوع تاني من المسائل اسمه بلين استرين لكن في النهاية ده بلين وده بلين يعني كل حاجة واقع في مستوى المسألة واقع في مستوى والاحمال واقع في نفس ايه مستوى المسألة طبعا لو انا جيت على الاليمنت اللي هو السلاسي او رواي وجيت ضفط في منتصف كل ضلع كده نود فبيديني بقى الايه اللي هي الاليمنت اللي هي الهاير اوردر المستوى الاعلى اللي هو بيحسن النتائج وبالتالي بيبقى الاليمنت بيبقى كو ادراتيك كو ادراتيك الاليمنت يعني كأنه حاجة تربعية يعني يعني كأن العلاقة معدتش لينير معدتش خطية وطبعا واضح في الرسم ان ده مثال ومتقسم لاليمنت والاليمنت سكون لها النوع اللي هو السلاسي اللي هو التريانجولر وطبعا واضح فيه اماكن الاليمنت فيها فيه 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 المت صغيرة اللي هي قريبة من الفتحة في تركيز في الاجهادات بعد كده ببدأ انقل بقى الاليمنت كبيرة شوية يعني الاماكن اللي مفيش فيها مشاكل تبقى الاليمنت بتاعتها كبيرة الاماكن اللي عندها وعندها التغير في الجيومتري عندها سابورس بتبقى الاليمنت بتاعي صغيرة عشان بيبقى فيه في الاجهادات فبتطر اعمل فوكس شوية عشان اقدر اشوف ايه اقدر اشوف النتائج اخر حاجة اللي هو بقى ايه ان انا اتنقل للسري دي ان الاليمنت يكون في الثري دي في الثري دي اصبح المحاور الثلاثة موجودة اصبح الطول والعرض والارتفاع موجودين يمكن كان في الثو دي كان بيبقى عندي الطول والعرض لكن السيكنس ملوش قيمة قوي السيكنس صغير مش باين فانا بشوف الجسم من بعيد كأنه سطح لكن مش معنى ان هو سطح او انا قربته لسطح لانه هو في النهاية له سيكنس يعني هو سري دي مش معنى ان انا قربته لسطح لأ يبقى لازم اقول للبرنامج كده قديله السطح وقل زائد ايه بقى وازود السيكنس ازود السيكنس زي ما قلت في اللاين ايلمنت اديت له الخط ومزود عليه ايه الكروس سيكشن هنا هزود السيكنس في السري دي بقى مش محتاج هزود حاجة لان الابعاد الثلاثة اصبحت ايه موجودة وعندي طبعا النوع اللي هو الرباعي اللي هو الهرم يعني اللي هو التترا هيدرال وعندي السوداسي اللي هو الهيجزا هيدرال وطبعا انا هنا في السري دي وفي احيان كتيرة بنقول على الاليمنت نقول عليه بريك ايلمنت لانه شبه يشبه قلب الطوب بريك ايلمنت وطبعا ممكن برضو ازود عدد النوت يعني ممكن اجي في ممتصف كل ضلعة وحط نوت زيادة وممكن اجي في وسط كل سطح وحط نوت زيادة ومعانه نفس الشكل السوداسي او رواية لكن ده بيبقى هير اردر بيبقى ايه مستوى اعلى بيحسن النتائج ممكن قدامنا صورة واضحة لجسم سري دي ومتقسم الى العناظر في جزء مصيد برضو يمكن احنا اتكلمنا على البلين سترس والبلين سترين وعلى السري دي في حاجة اسمها اكسي متري ده طبعا هنأخد شفتر كامل على الاكس Phillip بس يمكن استكمالا للكلام يعني اكسي ميتريك معنى ايه الكلمة نفسها اكس من اكسز يعني من محور وسيميتريك معروف من سيمتري يعني يعني تماثل حوالين محور بيكون عندي فيه في المسألة تماثل تام في كل شيء حوالين محور التماثل في الاحمال تماثل في الخواص التماثل في الباوندري كونديشن تماثل تام في كل شيء وكأن المسألة جاية من دوران جسم حوالين محور 360 درجة يعني لو أنا عندي خط مثلا ولففته 360 درجة حوالين محور رأسي زيت هيقوم الخط ده يرسم سطح ولو عندي نقطة لو أنا بصيت للنقطة اللي فوق دي ولفت 360 درجة بترسم خط ويمكن الشكل اللي تحت لو أنا عندي سطح على شكل مسلس 1 2 3 والسطح ده لف 360 درجة حوالين المحور فهيرسم حجم فدي يعني يمكن بنقول عليها السطوح الدورانية ممكن أخدنا مثلا خزانات بنقول عليها كل ده بس طبعا عشان ده يتحقق لازم يكون فيه تماثل في كل شيء الأحمال الشكل وكده نيجي بقى للاستيب رقم 2 ويمكن هنقف شوية مع الاستيب رقم 2 الاستيب رقم 2 مهمة الاستيب الأولاني احنا اسمنا المنشأ العناصر وقلنا اسم العنصر ادينا للعنصر اسم أو طيب يعني اسمنا قطعنا المسألة إلى مجمع العناصر وقمت واخد عنصر كده وقلت له مثلا أو كتبت عليه انه هو مثلا تراص المنشأ الاستيب رقم 2 بقول الالمنت ده هيتحرك ازاي هيمشي ازاي يعني لما يقصر لودز على المسألة ال هتتكون ازاي شكل المساري الحركة لكل المنت يعني كأن انا برسم له خط سير يمشي فيه هل هو هيمشي في كأنه معادلة من الدرجة التانية كأنه كيرف كده والكيرف يبين حاني ولا حاجة خطية كده زي التراسز مثلا لينيار يعني يبقى الفكرة في استيب رقم 2 ان انا اللي هفترض خط سير او خط سير لكل عنصر هفترض دلة هو بيتحرك من خلالها كأنه عمل له مصهار زي قديم القطر كده انا بعمل قضيم والقطر بيمشي عليه خلاص هو محكوم بالمصار فانا نفس القصة يعني انا اللي هفترض للمصار لكل المنت وبعدين هو بيتحرك من خلال المصار فطبعا انا مش هقدر مش هقدر افترض للعنصر الاكزاكت المصاري الاكزاكت لان صعب طبعا انا انا بفترض طالما فيه فرضيات وفي وكده اكيد في النهاية اللي انا هفترضها اكيد هتبقى مش هتبقى مستحيل لان انا مش عارف يعني ما عنديش كل البيانات الكافية انا مش هسأل الالمنت وقول له انت عاوز تمشي ازاي او هتمشي ازاي وهيدليني لا انا بفترض وطالما بفترض يبقى فيه في النهاية هو فبالتالي عمري يعني ايه ما هاوصل للاكزاكت لكن انا بحاول اقرب من الايه من الايجزاك فلو انا افترضت مثلا ان انا عندي فريم مثلا وعلي حمل افقي وعلي احمل يونيفورم رأسي فبعد شوية هلاقي فيه ايه هي اي داش وبيه هي بي داش لانت طبعا هنجد وبعدين هلاقي سي راحت لسي داش ودي راحت لدي داش وطبعا حصل وحصل انحناءات بالشكل اللي قدامي ولاي نقطة سي مشت افقي ونزلت رأسي وحصل روتيشن الزاوية اللي كانت مثلا فيها ضلع افقي وضلع رأسي لفت شوية والمنبر سي داش داش اصبح يعني خد شكل جديد اذا انا قرنته بالسي دي هو ده اللي نقصده اللي انا عاوز اجيب للمنبر سي داش داش طبعا انا هكون عارف سي مشت قد اي افق ورأسي وحصل روتيشن قد اي ودي داش برضو مشت قد اي افق ورأسي لكن لو انا عارف الحركة بتاع سي اللي وصلتها لسي داش والحركة بتاع دي اللي وصلتها لدي داش اوصل بينهم بخط لأ ممكن الخط مبقاش مناسب ايه العلاقة اللي هتوصل ما بين سي ودي داش هدي عبارة عن ال ال العلاقة اللي اقدر اعمل وقدر اجيب بمعلومية الحركة عندي سي ومعلومية الحركة عندي دي اللي هو المسافة اللي من سي داش الى دي داش فطبعا انا لو اخدت بيم المنت يعني كمثال فانا عندي فيه البيمز طبعا بنهم الاكسيال فعند فيه وعند مومنت والنود التاني عندها وعندها مومنت وبالتالي عند فيه اللي هو ال ديفليكشن والروتاشن عند واحد وعند اثنين وهفترض ان البيم الافقي ده بعد شوية هيحصل له وهيبقى فيه كيرف كده والكيرف ده انا كاتب عليه ايه وهلاقي ان اي نقطة على الكيرف اتحركت مثلا ديفليكشن مسافة مثلا سي اه هنا انا بقول احنا احنا عايلين ان دايما الاتجاه وي هيبقى الحركة معاه اسمها في طبعا اثناء يعني واحنا شغالين لوقات ساعات هنقول في وساعات هنقول الدي واي فمش فرعة الدي واي يعني الحركة في اتجاه وي والفي يعني الرمزين بيوصلوا النفس النتيجة فانا بقول ان اي نقطة اتحركت فاتحركت لاعلى او لاسفل على حسب دايما بنفترض الحركة في اتجاه الموجة فانا اقول اي ان انا عاوز قيمة ال v عند اي مكان اكس هفترض ان انا ابتديت من عندي نود واحد ماشي لغاية نود اثنين لو الممبر طوله L ففي الحال ده انا انا محتاج اجيب دلة اسمها v of x الدلة ديت اقدر عن طريقها لو انا عوضت بx اقدر احسب دفلكشن في اي مكان من 0 لغاية لغاية ال طيب الروتيشن اللي هو الروتيشن عند اي مكان طيب ما هو الروتيشن عبارة عن اي لو انت بسيط لل دفورمت شيف دوت لو اعتبرنا ده يعني شكل عام كده يعبر عن دفورمت شيف اللي يحصل للممبر نود واحد عندها حركة رأسية v1 عندها روتيشن ثيتا واحد نود اثنين عندها حركة رأسية v2 عندها روتيشن ثيتا اثنين في اي نقطة in between طبعا هيبقى عندي الدلة هي v of يعني انا لما بعوض عن قيمة الدلة v of x عند واحد يطلع v1 ولما عوض بقيمة الدلة v of x عند نود اثنين يطلع v2 طب الروتيشن الروتيشن عبارة عن ايه لو انت شفت كده انا اخد مثلا وخد مماس في اي نقطة مماس وخد مماس ونسبته للديطم اللي كان الافق في البداية هلاقي الزاوية اللي هو الروتيشن هو عبارة عن التغير في الرأس على الافق طيب التغير في الرأس اللي هو ايه اللي هو التغير في ال-v يبقى اللي هو التغير DV of X اللي هي الدلة V of X اللي هو التغير في الرأس على التغير فين في الوفق. آه يبقى أنا ممكن من دلة واحدة اللي هي V of X اللي هي الدلة V of X أقدر أجيب الروتيشن بأن أنا بفاضل الدلة بالنسبة ل X. يبقى أنا هعمل دلة واحدة كفاية أجيب منها الدفلكشن وبالتالي لو فاضلتها عند أي قيمة X أقدر أجيب الروتيشن في نفس المكان طيب يبقى أنا هنا بقول إيه؟ بقول choose اختار او اختر يعني displacement function within each element using the nodal values of the element يعني انا هقدر اعمل displacement function تطلع لي displacement within the element جوة the element في اي نقطة داخل the element بس عن طريق مين عن طريق القيم بتاعت الدس بلسمان اللي عند النودز اللي هي nodal values of the element طبعا الدلة دهية ممكن تبقى linear linear يعني ايه يعني ده اللي خطية بس الدوال الخطية دي يعني ممكن مناسبة شوية في حالة زي ما هنشوف لما ناخد الشبطر بتاع وممكن تبقى تبقى تربعية درجة تانية وممكن تبقى كيوبك يعني من الدرجة التالتة وفي النهاية كل الدوال دي يعني هما وجدوا من افضل نوع من انواع الدوال اللي ممكن اعمل بي displacement function اللي هي الدوال اللي هي كثيرة الحدود يعني حد زائد حد زائد حد وهكده وقالوا ان هي يعني مناسبة وسهلة يعني اللي هي الدوال بيتبقى بيتبقى وبتدي نتائج كويسة طيب خلص خلينا بقى نفترض ان احنا خلص هنعمل دالة هفترض دالة فانا هفترض دالة للدفليكشن في اي مكان اكس على طول الكاميرا من نود واحد لنود اثنين فهم يقول V of X يعني الدفليكشن فانكشن في ال اكس يعني بيعتمد على المكان هايو ساوي اه انا عملت دالة بولونوميال اذا تيرم زائد تيرم اربعة تيرميز اربعة اربعة حدود ماشي بقى انا حقات الدالة البولونوميال طب اعلى حد فيها القص بتاعه كام القص تلاتة دي بقى الدالة دي هي كيوبك دالة كيوبك طبعا هنعرف دلوقتي ليه اربعة حدود وليه في حد منهم بدون مش مضروف في اكس يعني وفي جزء مضروف في اكس وكس تربيع وكس تكعي ده طبعا شكل الكاميرا في الحالة العامة اننا عندي بيم واحد اثنين عندي تو دي جريز اوف فريدم ام واحد فاي واحد وعندي حركتين اف واحد واي او اف واحد في وفي واحد يعني مش عاوزين نتلخبط احنا قلنا الرأسي اما ان انا نسميه واي او في والروتيشن اما اسميه فاي او او فيتا المهم في الاخر خالص انا عاوز اجيب دلة اسمها في اوف اكس اقدر منها اعرف الدفليكشن في اي مكان ولو انا فضلت الدلة بالنسبة للمسافة اقدر اجيب الروتيشن عندي نفس ايه عندي نفس المكان واحنا قلنا من شوية ان في دلة عبارة دلة بولونوميال كيوبك وفيها اربعة حدود والحد الرابع منهم الواحد وكده مش مضروف في مش مضروف في اكس لكن هما طبعا طالما الموضوع بقى في فرض وان ما فيش حاجة اجزاكت وفعشان يخلونا نفطر الدلة يعني تكون مريبة من الواقع وكده فحطوا ايه guidelines يدونا guidelines فبيقول consider the following guidelines add the relate to the one dimensional par element يعني الكلام اللي جاي ده هيبقى مناسب مع الpar element مع line elements زي البيم والفريم والترس لكن طبعا في 2D اكيد الكلام ده مش هينفع واكيد هيبقى في اسلوب تاني او approach تاني نقدر نعمل ب displacement function اذا في guidelines اربعة بس الاربعة دول يمشون مع ال line elements او par element نشوف guidelines الانية مهمة جدا ونحاول ان احنا نحققها وكده لان تحقيقها هيخليني النتايج تبقى قريبة من الواقع اول guideline بيقول الدول الشائع استخدامها بتكون polynomials كثيرة الحدود طب وإحنا طبعا ايه محققين الكلام ده كويس وبيقول ايه بقى طيب انا عندي في ايه واحد واثنين 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 طب ليه اربعة ليه اربعة اربعة ترمات ايه واحد لغات ايه اربعة فبيقول ان الاي يعني الاي اي دي بتربوز لعدد الا حيث الاي بيسوي total number of degrees of freedom انا عندي هنا two nodes في البيم في two nodes نود واحد ونود اثنين وكل نود عندها two degrees of freedom عندها deflection وrotation deflection وrotation يبقى عندي total number of degrees of freedom في البيم الامنت القدامي هيبقى اتنين في اتنين بكام باربعة يبقى لازم يكون في الدلة parameters اللي هي من اي واحد لغاية اي اربعة طيب كويس انا بحقق الكلام ده طيب الشرط التاني بيقول ان الدلة should be continuous within the element لازم الدلة تكون مستمرة داخل الاليمنت يعني يعني وزن الاليمنت اللي هو من نود واحد لنود اثنين زي ما احنا شايفين في simple beam لازم يبقى في continuity لازم يبقى زي الخط اللي هو الدوت ماينفعش الخط اللي هو solid ليه الخط الصلد مش مستمر في حصل في تغير فجائي ماينفعش لا انا محتاج ان يبقى في continuity within الاليمنت كويس يعني في الغالب البرونوميا اللي هتقال الكلام ده طيب نيجي للشرط التالت بيقول ايه بيقول ان المفروض ان الدلة اللي انت افترضتها تتحقق الكنتينيوتي بقى مش وزن الاليمنت بس لا ده بين الاليمنت واللي جنبيه اللي هو الانطر المنت كنتينيوتي بقى في كنتينيوتي ما بين العناصر يعني مثلا في بداية المسألة او الجسم اللي قدامي ده انا مثلا قسمت العناصر لكن الجسم ده كان متصل قبل ما تقسم العناصر كان جسم كنتينيوتي حتة واحدة كده يعني يعني ماتيريال واحدة وجسم واحد مش معنى بقى ان انا قسمت العناصر وبعدين العناصر متصلة ببعضيها عند الاجز وعند النود وبعدين احل المسألة وبعد بحل المسألة الاقيهم انفصل عن بعض لا ماينفعش ماينفعش مثلا بعد محل المسألة وبعد فيه two elements الاقي فيه فراغ ابيض كده فيه جاب ولا ينفع يبقى فيه overlap ان الاتنين يدخلهم عند بعض لازم الخط اللي بينهم يفضل برضو يعني يفضل الوصلة بينهم تبقى موجود الاقي two elements متوصلين ببعض لا فيه تداخل overlap ولا فيه جاب ومفيش بينهم ايه مفيش بينهم جاب الكلام ده لازم يتحقق واضح من الشرط التاني والشرط التالت ان العنصر لازم يكون في استمرارية داخل العنصر واستمرارية بين العنصر والعنصر المجور ليه قالوا ان الشرطين دول لو تحققهم بنقول على الدلة ان هي compatible يعني المتحقق او بنقول عليها confirming function يبقى لو سأل يسؤال قال لي يعني ايه compatible function أو confirming فمعنى ان الدلة compatible أو confirming ان هي ان في continuity زي الشرط التاني ما بيقول within element وال enter element continuity وفي بين elements وبعضيها في continuity يعني ما فيش gaps ولا overlap اخر شرط الرابع شرط مهم جدا ويمكن احنا يعني كنا قدمنا لي قبل كده في بعض المحاضرات الشرط بيقول ايه بيقول ان المفروض من ال guidelines ان الدلة اللي انا هاختر على displacement function allows for rigid body motion تسمح rigid body motion احنا عارفين rigid body motion اللي constant motion constant motion ما بتعمل انفعال ما بتسبب انفعال الجسم ماشي كأنه rigid بيمشي بيتنقل مسافة بيلف بزاوية لكن ما بيحصل لوش deformations يبقى انا قلت قبل كده لو انا عندي straight bar وعلي uniform load وماشي في الهواء كده فالload بيحركوا ويفضل ماشي ماشي مسافة مثلا say delta 1 لقي كل points بتاعت بيمشي نفس القيمة اللي هي دي واحد كأنه rigid body وبتالي ما يحصل لوش حاج اول ما يقابل يعترضوا support زي اللي قدامنا في المنتصف هيبدأ يحصل هنا deformations يبدأ يحصل انحناء يحصل bending الdisplacement relative اللي حصل عليها البندن هي دي او delta 2 يبقى انا عندي هنا total displacement لأي جسم المفروض يكون عبارة عن مجموعة جزئين constant motion وجزء relative فالمفروض انا لما افطر الدلة v of x مثلا لازم يكون جوه الدلة جزء او term يعبر عن rigid body motion وإلا تبقى الدلة نقصة تبقى الدلة نقصة ما تبقاش دلة كاملة وبالتالي بيقولوا ان الدلة اللي بتحقق الشرط الرابع بتبقى complete function بتبقى دلة كاملة لان انت فعلا عبرت عن كل ريجد body ريجد body motion فممكن برضو تسأل سؤال يعني ايه complete function يعني دلة فيها term يبقى عن ريجد body motion وطبعا لما بتبقى الدلة complete بيحصل conversion للنتائج النتائج ما بتتبعتش بتتقارب والحل بيخلص وبينتهي وبتطلع نتائج كويس الشرط فين بقى وفين العنصر في الدلة اللي بيعبر عن ريجد body motion احنا قلنا ريجد body motion يعني constant motion يعني حاجة constant يعني لما فاضلها التفاضل يطلع بكام يطلع بصفر ففعلا لو انت بصيت في الدلة اللي هي اخر term اللي هو اربعة لو انت جيت تفاضل للدلة بالنسبة ال x فاخر term مش مضروف في حاجة فهيطلع بصفر لإيه لانه constant يبقى الترم ايه اربعة والترم اللي يعبر عن ريجد body motion بس في اتجاه v في اتجاه ال deflection طيب ما انا بقول انا عندي rotation وهو برضو المفروض يبقى فيه جزء يعبر عن ريجد body motion بالنسبة لل rotation طيب ال rotation بيجيز ازاي من ال displacement v of x ان انا افضل الدلة بالنسبة ال x لما اتفضل الدلة بالنسبة ال x هتبقى ال x تكعيب هتبقى 3x تربيع وال x تربيع هتبقى 2x وال a 3x هتصبح a 3 ازا لما فضلت الدلة جبت دلة جديدة لل rotation بقى فيها term constant اللي هو a 3 ازا a 3 يعبر عن ريجد body motion بالنسبة لل rotation لاني لو فضلت تاني هتطلع تفضل بال 0 طيب تعالا نشو بقى ايه خلاص احنا افترضنا دلة v of x polynomial cubic عدد الترمات بتاعها بتسوي عدد degrees of freedom total 2 عند 1 و 2 عند 2 يعني 4 فيها جزء a4 يعبر عن ريجد body motion انا عاوز بقى اتخلص من a1 a2 a3 a4 واجيب القيم بتاعيتهم عشان يبقى تدلة عندي مفيش فيها مجاهيل طيب نجيب ايه واحد ا4 عن طريق من عن طريق boundary conditions ايه هي boundary conditions يبقى لازم يكون عندي 4 boundary conditions عشان اجيب 4 مجاهيل اللي هم من a1 لغاية a4 ايه boundary conditions boundary conditions هتكون عند 1 وعند 2 طيب عند 1 انا لو عوضت يبقى x 0 يبقى v of x لما x 0 طيب قيمة deflection عند 1 هتكون هو v 1 هو deflection اللي هو في اتجاه a y v 1 طيب لو انا عوضت عن x l يبقى روحت لنود 2 يبقى v deflection او الحركة الرقصية لما x يطلع l يطلع deflection او الحركة الرقصية عند نود 2 اللي هو اسمه a اسمه v 2 طيب هفاضل الدلة dv by the x التفاضل الدلة اللي هو rotation طيب عند x 0 يبقى الroitation اللي فين اللي عند نود 1 يبقى دقيمة الroitation طيب الroitation عند نود 1 اللي هو عند x 0 هيساوي مين هيساوي phi 1 يبقى ده الroitation التالت الroitation الرابع ان انا فضلت الدلة dv by the x يعني ده الroitation ف عند x ب l يبقى ده الroitation عند نهاية المنبر عند نود 2 والrotation عند نود 2 هو عبارة عن 2 عبارة عن phi 2 طيب انا عندي 4 conditions بس مرة بعود عن x 0 اجيب v و phi و مرة اعود عن x b l اجيب v 2 و phi 2 تعال بقى اعود في الدلة اللي هي العامة اللي احنا فيها 4 حدود لما احط v 0 يعني x 0 هلاقي الترم الاولاني هيطير والترم التاني هيطير والتالت هيطير هيتبقى 4 ايه 4 وانا عندي قيمة الدلة لما v كتب 0 هي v 1 هي v a الحركة v 1 يطلع من هنا ان البرامتر a4 يساوي v 1 افاضل الدلة يبقى جيبت الروتاشن عوض عن x 0 لما عوض عن x 0 طبعا الترم الرابعة خلاص هيطير لان لما بتفاضل الدلة اصلا اللي هو dv بقى x بقى 4 خلاص تشال ويبقى ايه 3 الواحد لكن لما تحط x 0 بقى الترم الاولاني والترم التاني هيروح يبقى قيمة الدلة التفاضل بتاع الدلة لما x تساوي 0 كان يساوي phi 1 اللي هو عند النود الاولاني يطلع يساوي ايه 3 يبقى كده جبت انا ايه 4 وجبت ايه ايه طب ايه واحد واثنين هعوض مرة بقيمة الدلة لما x تساوي ال وحط القيمة في 2 وعوض عن x يطلع لمعادلة في مجول في ايه واحد واثنين طبعا انا عرفت ايه 3 وارجع عوض عن التفاضل بتاع الدلة اللي هو الروتيشن اللي هو يساوي phi 2 في النهاية وحط ال ايه واحد واثنين ايه واحد واثنين 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 ارجع اكتب دلة مرة تانية بدلالة ال ايه واحد واثنين وال ايه ثلاث وال ايه اربعة شوف كده انا ادلا في افتح قص مضروف في x تكعيب ال ايه واحد يبقى كل اللي joy القص ده ده قيمة ال ايه واحد والقص اللي بعدي ايه اثنين مضروف ايكس تربية والقص اللي بعدي ايه ثلاثة واحنا مطلعين ايه ثلاثة تسوي في واحد مضروف ايكس والاخر حاجة ايه اربعة كانت هي عبارة عن ايه عن الفي واحد ديب انا كده جبت دل يبقى هي دي الدسبلسمنت فانكشن معادش فيه مجهيل اصبحت كلها بدلالة الفي واحد والفي واحد والفي اثنين وايكس ليه لان انا اعوض لقى بالاكس يعني عاوز تحسب عند اكس بمتر ماشي حط اكس بمتر اكس بسفر اكس باثنين اكس بثلاثة لغاية اكس بتسوي ايه اجيب قيمة يبقى انا اعضر من الدلة ده ايه ارسم الدفورمتشيب اللي قدامي من خلال ان انا اعوض واجيب ايه القيمة اعوض واجيب القيمة وحط كل قيمة في مكانها ووصل يديني الكارن طب انا عاوز الروتيشن عند اي نقطة افاضل الدلة ايه افاضل الدلة الاول اقول دي في باي دي اكس افاضلها وبعدين اعوض تاني اقدر اعمل جدول تاني في قيمة الروتيشن عند اي مسافة اكس طيب خلط انا اعاوز بس ابسط الدلة دي شوية واكتبها في صورة يمكن اعيد ترتيب الدلة بتاعت الفي بدل ما هي مضروبة في اكس تكعيب واكس تربيع وكده لا انا عاوز اخليها مضروبة في ايه في واحد في واحد في اتنين يعني اعمل كده فيكتور للدسبلسمنت اللي هو في واحد في اتنين في اتنين ووعيد ترتيب الدلة بحيس الجزء الباقي احطه ايه احطه لوحده في ماتريكس كده يبقى يطلع في الاخر خالص ان الفي سوي اه ان واحد وان اتنين وان ثلاثة وان اربعة مضروب في في واحد في واحد في اتنين في اتنين انا طبعا لما اختصرت ورتبت وظبطت لقيت الان ان الان واحد ده رمز بيرمز لوعادلة كبيرة والان اتنين والان ثلاثة والإن اربعة. بس طبعا عشان لو انا كتبت دول كلهما هيبقى المسألة معقدة شوية فانا اختصرتهم في صورة إن واحد وإن اثنين وإن ثلاثة وإيه إن اربعة واصبح عندي معادلة لإن واحد ومعادلة لإن اثنين ومعادلة لإن ثلاثة ومعادلة لإن اربعة. طبعا الكلام ده مش مش معمول كده. لا ده ده كان فيه وراء سبب لأنه هم اكتشفوا إن إن واحد وإن وإن ثلاثة وإن اربعة دي دي حاجات لها معنى وبالتالي حطوها في الصورة اللي هي إيه اللي هي قدامنا. طب تعال نجرب حاجة كده. لو أنا رجعتي تاني لنفس المعادلة دي اللي هي صورتها في الآخر إن بتساوي ماتريكس اسمها إن مضروة في اللي هو في واحد في واحد في اثنين في اثنين يبقى دي الصورة العامة البسيطة إن لأي ألمنت بتطلع في النهاية ماتريكس اسمها إن اللي تعانى صورة إن واحد وإن اثنين وإن ثلاثة وإن اربعة في حالة البيم مضروة في الديسبلسمنت اللي هي عند نود واحد في واحد في واحد وعند نود اثنين في اثنين في اثنين في اثنين طب تعال ناخد الكلام ده وكله ونجرب حاجة كده طيب أنا عندي البي اللي هي بتساوي الان واحد والإن اثنين وإن ثلاثة وإن اربعة مضروة في البي واحد في واحد في اثنين طب تعال نجرب نخلي البي واحد بواحد يعني نخلي الـ displacement الرقصي عند نود واحد بـ unit كأنني بأثر بـ unit ايه بـ unit displacement رقصي عند النود رقم واحد زي ما احنا شايفين في ايه في الكاميرا اللي هي فكسد فكسد الاولانية جيت عند الـ beam فكسد فكسد جيت عند النود الاولاني وقمت متحرك مسافة رقصية قيمتها الـ unit بحيث في واحد واحد والفوق ليه لان احنا بنقول دايما ان الاشارات المجابة في الفناية المنتبه الفوق موجب يمين موجب وعكس عقارب الساعة بالنسبة للـ rotation moment طيب لما انا حطيت في واحد بتسوى واحد طبعا بقيت الحركات بصفار هنا النود التاني ما تحركش عند الـ rotation بصفر وعنده الـ dy او الـ v2 بصفر والنود الاولاني برضه عند الـ rotation بصفر يبقى الحركة الوحيدة اللي حصلت اللي هي unit vertical displacement عنده نود واحد اللي هو في واحد سوى واحد والباقي بكام والباقي بصفار طيب نضرب بقى كده الصف اللي هو ان واحد ان اثنين ان تلاتة ان اربعة في العمود اللي هو في واحد في واحد في اثنين في اثنين تلاقي كله بيضيع ويتبقى لك في الاخر واحد مضروف في مين في ان واحد فيطلع ان الـ displacement function اللي هي اسمها V بتساوي مين بتساوي ان واحد كأن الـ displacement function بقى اسمها ان واحد يعني اقدر اقول بالراجع كأن ان واحد هو صورة للـ V هو shape من الـ shapes بتاعت الـ V كأنه يعني ممكن في الاخر نقول عليه shape function يعني لو قلنا على الـ V ان هي displacement function هنقول على الـ N1 او الـ N2 او الـ N3 او الـ N4 او في الاخر نقول عليها ايه نقول عليها الـ N-I يعني حيث اي ممكن تبقى واحد واثنين وثلاثة ان الـ N-I دي عبارة عن shape function يعني ايه shape function يعني شكل يعني شكل يعني ان واحد صورة من صور مين من صور الـ A الـ V يعني لو رجعت تاني للشكل العام اللي هو بتاع الدلة V ده الشكل العام ده الجنرال فيه اشكل خاص للدلة يعني الدلة اللي فاتت ممكن تاخد الشكل اللي قدامي ده لما اسمح بـ unit ايه بـ unit displacement يبقى اذا الـ N1 هو شكل او صورة للدلة V بس بشرط ايه ان انا حطيت unit displacement رأسي فقط والباقي بالـ ايه والباقي بصفار اذا النتيجة اللي احنا هنطلع بها ان الـ N1 والـ N2 والـ N3 والـ N4 دي بتعرف بان هي shape functions shape functions يعني هي صور او اشكال للـ interpolation functions للـ displacement functions بشرط ان انا كل مرة احط displacement من الـ 4 بواحد والباقي بالـ ايه بالصفار طبعا لو انا جيت مثلا سمحت بـ unit rotation اللي هو phi بتسوي واحد اللي هو الثاني والباقي بصفار هلاقي ان الـ V تطلع تسوي مين؟ N2 ولو رجعت تأثرت بـ V 2 بواحد هتلاقي ان الـ V تطلع تسوي N3 وبعد كده N4 يبقى N1 N2 N3 N4 ديت صور للدلة اللي هي V بس كل صورة بتتحقق لما يبقى في حركة واحدة بالـ unit وبقية الحركات بالـ ايه بصفار طبعا الكلام ده يمكن مرة علينا قبل كده لو عندي بيم فكسيت فكسيت وعملت unit displacement عند support او بيم فكسيت فكسيت وعملت unit rotation عند support بعدين هعكس عند الـ ايه النود رقم اثنين طبعا كل الحركات انا بافترضها في الاتجاه الموجب سواء كـ rotation او displacement واحنا قلنا في النهاية النتائج لو طلعت عكس يبقى اشرتها سالفة بكده خلصنا الـ step رقم اثنين اخر step بالنسبة للمحاضرة النهاردة يعني احنا طبعا عندنا عدد الـ steps 8 لكن احنا هنكتفي بتلاتة اخر step بيقول ايه define the strain displacement strain displacement طيب انا جبت الـ displacement من شوية ما انا جبت الـ displacement function اللي هي V وقدرت اوصل في النهاية الى ان الـ V بتسواء N1 N2 N3 N4 مضروف في V1 فى 1 V2 F2 وعند قيم الـ N هي دي دي displacement انا جبت الـ displacement اه طالما انا جبت الـ displacement اقدر اجيب منه الايه اقدر اجيب منه الاسترين اقدر اربط الـ displacement في strain طب لو انا جبت الـ strain اقدر عن طريق المدرس وفلستي اربط ما بين الاسترس وما بين وما بين الاسترين طبعا يمكن احنا الـ step دي بسيطة جدا او يعني مش هتاخد وقت معانا لان احنا هنعرضها في الصورة المبسطة الصورة اللي هي الخاصة لو عندي par element فعندي par element فعندي par element طبعا هيتحرك في اتجاه X مسافة U طبعا لو انا شديته في force tension هيحصل له استطالة U انا عرفت الـ displacement لو قسمت الـ displacement على الطول الاصلي اقدر اجيب ايه الانفعال المهم انا عشان اجيب الانفعال لازم اكون اعارف مين الدلة U اللي هي الـ shape function بتاع الترس مثلا او اكون اعارف الدلة V اللي هي الـ shape function بتاع البين اذا من الدلة بتاعت الـ displacement اقدر اجيب الـ strain ولما اجيب الـ strain اقدر اربط الـ strain بالـ stress عن طريق المودلس طبعا الكلام ده لو عندي par element يعني ما عنديش بقى stress بقى sigma y ولا sigma z ولا الكلام اللي احنا اخدناه لو تفتكرهم لما كان عندنا matrix 6 في 6 اللي هي الـ matrix لكن الـ matrix كان عندي في 6 اجادات sigma x وسigma y وسigma z وتاو x وتاو y وتاو z لكن انا طبعا هنا انا بحاول ابسط الامور شوية فبحاول اطبق الـ step على يعني الـ part element في ابسط الحالات ان انا لو عندي ديسبلزم انت اجيب strain ولو عندي strain اقدر اجيب الـ strain ويعني كده يعني نكون انهينا المحاضرة الـ 5-6 طبعا هيبقى بقى محاضرة في شرط الـ 2 والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة